في ناس كمان بتبقى قاعدة حيرانة هي نفسها مش بتاكل الوجبات ومضطرة انها تقدمها لولادها عشان تبقى عملت اللي عليها وما يجيش شازلي يقوم اي لها الام اللي استسهلت برغم ان هي نفسها مش بتحب الوجبات دي فهل ده بيبقى عبق نفسي على الام وبيوصل بشكل او باخر ليه الطفل هو بيتقدم له الاكل؟ هو من ناحية عبق نفسي على الام عبق نفسي على الام لان الامة ممكن تكون ام عاملة عليها ضغوط تانية فبتاخد وقت اكتر انها تقنع الطفل ان هو يأكل اكل معين وفي الاخر بتصل لمرحلة طبعا مش بقصة انها بتستسهل بتحسبها ابني اكل النهاردة فبتبقى عايزة الولد يبقى اكل اي حاجة فبتضطرة تديله الحاجة اللي هو بيحبها لما تلاقيه مش بيأكل حاجة تانية وانا جات لي كيسس بالمنظر ده فعلا وابتدينا نشتغل معاه مع الطفل طبعا احنا لينا سيستم علاجي وانا فعلا تعرضت لحالات زي دي تعرضت لحالات الارفيد او اطراب الاكل الصامد هو امتناع الطفل على اكل وجبات معينة او اكل انواع من المأكلات معينة بعينها يعني وعالنقيد اطراب الاكل اللي هو النهمي او اطراب الاكل القاهري اللي هو عايز يأكل 24 ساعة ما بيحسش بالشبع وفي الحالة دي بنشتغل مع الطفل احنا كمعالجين نفسيين بنشتغل معاه بسيستم العلاج المعرفي السلوكي وبعمله ارت ثرابي وده اللي بدخل يعني انا بشتغل بطرق ملتوية طبعا مع الطفل عشان اوصل لدماغه وايه اللي مسبب المشكلة لدرجة ان يساعت يعني فيه امهات بيحطوا الاكل في اللانش بوكس مثلا بتاع المدرسة ويعزم اصحابه عليه بحيس يلاقي كل صحابه بيأكلوا من الاكل اللي هو رفضه فيبتدي يتشجع ان هو يأكلوا اشمعنا دول هما بيأكلوا ما بيحصل لهمش حاجة لو كان هو رابط في دماغه بين ان الاكل ده بيعمله بين معين فيبتدي ان هو يتشجع ان هو يأكلوا او نعمل للطفل زي ديش بارتي مثلا ونجيب فيها اصحابه او مثلا على البول الحاجات دي كلها انا بكسر فكرة رفض الطفل للأكل عظيم عظيم فكرة الاطفال ممكن تعمل حاجة علشان التقليد دي حاجة احنا معانا ولا علينا يعني دي حاجة ممكن تبقى مقبولة معانا ان شاء الله ان احنا ننمي الشعور ده عند الاطفال ولا لا احنا خايفين انهم يقلدوا برضو فيقلدوا في حاجات تانية هي فكرة التقليد طبعا في حد ذاتها طبعا هي بكل تأكيد واضح اني لقطة حباني يعني انا بحب لقطة طبعا هي حاجة تشجع الاطفال ما فيش شك يا دكتورة طبعا مسألة التقليد دي حاجة مهمة جدا لكن بعض الاطفال بيرفض مثلا وليكن اللبن البيض نفس الفكرة اللي كنت بتكلم فيها في البداية ازاي نغير شكل الحاجة يعني انا كده كده لازم اتديله لبن ولازم اتديله بيض لان طبعا مغازل اعمل كريم كراماج وليكن فعشان كده انا بس جانب المسؤولات اللي بقى حضرك عليه بالنسبة للأم ان هي تغير شكل الحاجة تقدم الحاجة في شكل مختلف صح كده؟ ايوا بالضبط نحدد بس للأمهات عشان الأمهات يبقوا فاهمين القصة دي يعني لو هو بيحب مثلا الفلفل الرومي انا ممكن اقطع له فلفل الرومي على البيض فيبتدي يحبه اوكي يعني ادخلهله بشكل تاني مختلف صحيح ممكن اعمله سمايل فيس بشكل عيون البيض فيحب الفكرة فيبتدي الولد ينجزب وعمله يعني ده بنقول عليه وطبعا انا بوجه الأم لده وبتجيب نتاج كويسة جدا 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 مع الأطفال